حل الأزمة القضائية وتقويم الشطط الحاصل وفق مصادر مقربة من السرايا الحكومية يبدأ بممارسة المدعي العام التمييزي دوره أو سحب الملف المصرفي من القاضي غادعون أو أن توقف تصرفاتها الاستنسابية والاستعراضية وسلوك هذا الحال يتوقف على الضوء الأخضر الذي سيعطيه رئيس الجمهورية للقاضي غسان عويدات أما مصادر رئاسة الجمهورية فتؤكد أن الشطط الحاصل ليس فقط قضائيا فأين دور القضاء مما يحصل في تحقيقات المرفأ وأموال المدعين وحاكم مصر في لبنان وشقيقه فأي حل وفق بعبدة يبدأ من وضع القوانين المطلوبة على السكة كالكابيت الكنترول والموازنة وتحديث بعضها الآخر كقانون النقد والتسليف وذلك ضمن مبدأ التعاون مع السلطات القضائية لا منعها القاضي يستدعي ولا يستدعى وهذه عبارة لازم تحطها شعار بيشيرون يشيرون لأنه عطاة صلاحية بمجلس وزراء يشيرون مش هو بيشيرون مجلس وزراء مجلس وزراء يعني فيه فريق آخر بمجلس وزراء هو رئيس الجمهورية مش ما تعينته صار إليك فضل على تستريسة لبدك مطرح ما بدك كيف وبدك هلأ الملفات الموجودة عند الرئيس الجمهورية بيقدر بودة عام تمييز إذا بده ما حدا بيلزمه إذا بده وشاف أنه إدارة البلف من قبل المدع العام للسنافة غير سليمة بيقدر يقول لأ رفع إيديك وأنا بدي تابع البلف منع سفر المدع العام ما له حق ينعمل سفر بس ما طلعت منع سفر ما لحق هذا قلت فيها مسألة ما لحق كل المسألة تجتمع تمحور كله على أن السلطة القضائية هي اللي بتقوم بدورها وعليها تخذ إجراءات اللي بتشوفها مناسبة لما بالدستور اللبناني بيقول أنه تعاون السلطات وتكامل هما بيكون عم يحكي عن تعاون نحن مش قاعدين بجذرة الواحد معه جزيرة كلمة استدعاء كمان بغير مطرحة بس ما فيها كلمة إذا دولة الرئيس ميقاتي ولا مجلس الوزراء يسمع لحاله باستدعاء الكلمة مشاركة لتشاور ليست استدعاء لأنه استدعاء كانوا عاملين جريب جمع ظهر قصة المؤتمر الصحافي وقال الرئيس أنه فيه إجراءات لتتخذ غير مطرح بسطوطة القضائية قال له لأحد الصحافيين أنه إذا ما راح بتشيروه على بيته قال له أكيد بيكون فيه إجراء بهذا الموضوع اتخذت الجملة أنه قال رجل أنه بحط السؤال بصيغ الجواب بصيغ السؤال هو مش هيك صار فهل اقتراحات الرئيس ميقاتي قابلة للتنفيذ ملف اللي حققت فيه الآضي غادعون مع رجل سلامي واتخذت القرار بتوقيفه هو ملف موجود لدى النياب العامي التمييزية والنياب العامي التمييزية عم تحقق فيه بالتعاون وبالتنسيق مع مرجعيات قضائية خارجية مثل فرنسا ألمانيا وسويسرا حتى اللحظة لم يتبلور أي حل للأزمة القضائية الحاصلة على الرغم من الاتصالات والاجتماعات المنعقدة بعيدا من الإعلام إلا أنه عند توافق الأطراف السياسية على مخرج أو حل مبني على المقايضة فستسقط كل الأصوات التي تنادي باستقلالية القضاء ويصبح مباحا أن تحاسب سلطة سلطة أخرى روان بودرغم قناة الجديد